السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين اي يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم اعهدوا الله علينا وعليكم باليمن والبركات وبالصحة وبالعافية وبكل شيء جميل زي ما عودتكم وصفتي النهاردة حلوة جدا وهي صوابة زينب يلا نبدأ الفيديو يلا نبدأ بعمل الشربات عندي كوباية من السكر وكوباية من المياه وعندي كيس فانيليا ونصف لمونة وهنزل بالمكونات كلها في الكازارولا وهبدأ اقلب كويس قوي لغاية ما السكر يدوب واول ما السكر يدوب هبدأ ارفعه من على النار وهضيف نصف لمونة ومعلقة من الفانيليا وهسيب الشربات يبرد معي في التلاجة يلا نبدأ بمكونات عجينة صوابة زينب عندي كوباية من الدقيق ونصف كوباية من دقيق السامونينة وهو دقيق البسبوسة وعندي نصف معلقة من الملح ومعلقتين كوبار من الخميرة الفورية وعندي ثلاث معلقة كوبار من السامنة وكسين من الفانيليا هبدأ انزل بالمكونات الجافة في بولا هنزل بكوبايتين من الدقيق وهنزل بنصف كوباية من دقيق السامونينة ومعلقتين من الخميرة الفورية ونصف معلقة صغيرة من الملح والفانيليا وهبدأ أقلب المكونات الجافة كلها بالسباتورة وهضيف السامنة وأبدأ أبس الخليط عشان يغلف كل الحبيبات الدقيق مع دقيق السامونينة بالسبنا أبسوا كده بإيديا وبعدها هضيف مية وهنا المية على حسب العجينة أو المتلمة معاك كده يبقى خلاص أنا في الوصفة دي احتاجت كوباية لربع من المية ده سمك العجينة شايفين هو ده السمك المظبوط اللي أنا عايزاه حسبها ترتاح عشر دقايق بالزبط مش أكتر من كده ده شكل القطاع اللي أنا هستخدمها لو ما عندكش هتجيبي كارتونة وهتقطاعي منها الورقة اللي من فوق وهتاخدي الورقة اللي مشتشرة وهقولك إزاي هنعمل بيها هناخد العجين هنبدأ نكوره كرة زي كده وده شكل العجين بعد ما كورته هبدأ أخد كرة واحدة وأفردها على القطاع أو على الكارتون اللي موجود عندك يعني أي حاجة من دي هبدأ أفرد على القطاع وابدأ أخدها من الجنبين بالشكل ده هكرر معاكم الخطوة دي تاني هفرد العجين على القطاع وهاخد العجينة ألفها من الجنب ده وارجع من الجنب التاني وقفلها كده كويس قوي بس ده بيبقى شكلها هفردكم هعمل ازاي طريقة الكارتونة بصوا شايفين طلعت حلوة جدا هكرر معاكم هجيب العجينة وهعملها شكل حلزوني كده بالضبط زي الصباع كده وهمسكها وافردها على الكارتونة بالشكل ده وبكده أنا عملت الأشكال بتاعتي هبدأ أنزل بيهم في الزيت الصخ شكلها 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 حلوة جدا ما شاء الله وراحتها تحفة ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله حلوة جدا وطلع هشة كده وحلوة قوي ما شاء الله بعدها هنزلها في الشرباط البارد شايفين حلوة ازاي ما شاء الله اللهم بارك وبكده أبقى خلصت معيكم صوابات زينب أتمنى أنوا تتجربوها وأتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم دمتم في رعاية الله وحفظي السلام عليكم موسيقى